إذا الأدوات اللي إحنا رح نبدأ نستخدمها خلال هذه الدورة اللي هي منصة NetPains منصة خاصة في تطوير برامجيات في لغة جافا أيضا في لغة C++ وهي مجاني يمكن أنه تقوم بتحميلها من الموقع الرسمي الخاص فيه فمجرد أنه تكتب في بحث Google NetPains ثم على ذلك تبدأ بالذهاب على أول نتيجة بحث وتقوم بتحميل المنصة وتثبيتها كي برنامج احتيالي طبعا المنصة تطلب وجود لغة جافا مثبتة مبدئيا ضمن المشين والتك فمبدئيا في النسخ الحديثة قاموا بتضمين لغة جافا مع المنصة بشكل مباشر ولم تكن لغة جافا عموم اللغة جافا هي أكثر المطورين هم مثبتينها في المشين إذا لم تكن مثبتة راح يبدين بهك إنه يقلك ما في لغة جافا مثبتة عندك ضمن المشين فتحتاج لعملية تثبيتها مبدئيا فلو تتجو هنا على الموقع الرسمي ثم على ذلك تذهب على download من هنا في الأعلى راح تشوف هنا أنا عندك النسخة الحديثة الآن المتواجدة يمكن تقوم بتحميل نسخة يعني الأسبق من عدها النسخة يعني بتحديثات جديدة فتعمل download مثلا على هذه النسخة اللي هي نسخة 12 أوكي ثم على ذلك تقوم بتثبيتها كأي برنامج احتياذي إذا من هنا على installers أيش هو نوع النظام الخاص فيك ماك ولا نينكس ولا ويندوز مثلا تختار عندك ويندوز نسخة 64 تضغط ضغطة واحدة عليه فالآن مباشرة راح يقوم بعملية التحميل الآن مثل ما تشوف النوع حجم البرنامج هو 357 ميجا بايت قوم بتثبيتها كأي برنامج احتياذي طبعا أنا قمت بتثبيتها سابقا فالآن لو نبدي نبحث عن netpens أوكي هذا هو البرنامج باتش نتبينز نسخة الآن موجودة عدي هي 12.3